السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على طريقة أشهر المحلات التركية في غازي عمتاب هنسقي الكنافة باللبن بدل الشرباط ونشوف الطعم هيبقى عامل ايه يلا نجهز الكنافة بتاعتنا جهزناها ازاي الطعنها يعني قطع صغيرة كده بأدينة او بالمقص على حسن ما تحبي ونحطناها ببولة هندلق دلوقت عليها ثمنة طبعا لو عندك ما عندكش ثمنة او عندك ثمنة حبة صغيرة سويدي زيت بس طبعا كل ما كانت السمنة كل ما كان افضل وكمان لو سمنة بلدي كمان يعني بتفرق جدا في طعم الكنافة بس طبعا على حسب المتوفر عندك بتعملي بيه اهم حاجة ان شاء الله الطعم هيطلع حلوي كده خلاص حطناها بالسمنة كده وقلبناها كويس حلوة قوي مع بعضها كده وبأدينة كده تأكدنا ان السمنة اتغلغلت فيها كلها هنبدأ بقى نجيب الطاجن اللي عندك دهينيه طبعا برضو نفس الخليط اللي انت عاملها اللي هو السمنة او سمنة او زيت او زبد اه سيم انت يحبه هنبدأ بقى نفرد الكنافة كده نفردها ونضغط عليها جامد واحنا بنفردها عشان تبقى كلها واخد نفس السوا واضغتي جامد اهم حاجة وانت بترسيها كده وانت بتضغتي اضغتي 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 طبعا هكون مجهزة الحشوة عندي كان عندي زبيب وعندي جوز هند طبعا بقى الحشو مفتوح طبعا رشة سمنة كمان في النص كده تاني الحشو مفتوح عندك بقى اي نوع عندك بلح بقى فواكه مجفافة اللي انت تحب عادي تعملها من غير حشو خالص براحتك برضو سعدي نفسك بالمتوفر عندك في البيت اه نيجي بقى خلاص كده انا بحط اخر طبقة نفس الحكاية بنوزحها حلو كده وبردو نفس نضغط نضغط جامد اهم حاجة نضغط اه عايز اقولكوا بسيطة جدا يعني ما اخدتش ما اخدتش وقت يعني هو وقت الفيديو تقريبا هو وقت عميلة اخر حاجة بقى طبعا ايه بنحط الموزع السمنة طبعا ايه على الوشي من فوق عشان تحمر وبس نيجي بقى بعد ما اطلعت من الفر مجاهزين لبن بارد عندنا الكنافة كانت سخنة جدا ولبن بارد ننزل بقى باللبن على الكنافة اللبن انا كنت احط عليه سكر محليه بسكر عشان يبقى طبعا كنافة ايه مسكرة عايز اقولكوا يعني انا في بداية الوصفة يعني لأ طعمها خفيف جدا 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 بالشربات بتبقى داسمة وتقيلة لكن بطريقة اللبن دي لأ خفيفة جدا يعني ممكن تخلص الصينية كلها لوحدك من غير ما تحس يعني لأ جميلة جدا خفيفة اللبن فعلا مديها خفية جميلة جدا فلو عندك متوفر اللبن اعملها باللبن هتعجبك جدا وهتبقى صحية طبعا اكتر من الشربات يعني اللبن برضو كالسيوم ومفيد للاطفال لو ما بيحبوش شرابوا اللبن هتعمله لهم بالكنافة لا بتكون جميلة جدا 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 ما حستش بالعكس انا بالنسبال عشان انا مالش في السكريات قوي حبتها باللبن اكتر الفهنا اشتركوا في القناة